معه ولا ضد التقرير? لا التقرير كويس جدا لا مع 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 التقرير في مضمونه بس مش في منطوقه يعني. العلاقة كويسة مع الوزارة? طبعا العلاقة كويسة وله كل حاجة احنا انا بضيف كمان والتناغم يعني هو لك التوافق والاتفاق وكلها والتناغم اللي موجود معانا لان الهدف الهدف اما كل الاطراف بيسعوا الهدف واحد اللي هو مصلحة مصلحة الرياضة الرياضة المصرية اللي هي جزء من الدولة المصرية كلها فده يصبر في مصرحة الدولة المصرية اكيد مفيش حد هيختلف وان اختلفنا في حاجات هنختلف حاجات برضو للصالح ونقدر نعود على التربص المفاوضة ونحلها وكل حاجة والكلام ده بيحصل كل يوم والحمد لله الدنيا الدنيا ماشية كويسة وحنا ناعد انها هتبقى احسن كمان. ليه دايما كان نقوله شد وجذب? جايز يعني اللاجنة الانبية سابقا يعني بتركبتها السابقة كان لها كان لها طبيعة مختلفة كانت اجرسف شوية في حاجات مش عارف ايه احنا شفنا المرضيع دلوقتي احنا لقينا ان الوضع اللي احنا فيه والبلد والامور اللي ما عدت فيها البلد ما تستحملش الا الا اتفاق واتفاق واتفاق وتناغم ولا فيه شد ولا جذب واحنا ده ده الهدف ده ده دي الالية بتاعتنا عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. بعض الناس دلوقتي بتطالب ان في تعديل القانون الجديد ان يبقى فيه سلطة اكبر لوزير الشباب او او للدولة او للحكومة وما السلف وزير الشباب صلاحيات زيادة. والله انا مش شايف ان انا مش شايف دلوقتي ان وزير الشباب عنده صلاحيات قليلة اللي صراعات موجودة ووجود ووجود روح 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 الاتفاق وروح التعاون الموجودة ما بين القطاع الاهلي والقطاع الحكومي ومثل في اللجنة الاولمبية ومثل في وزاة الشباب وغياضة اه ده ده الوحده بيحل كل بيحل كل الامور ولو كان في اي حاجة نقصة يعني احنا مش ضد اي حاجة بالعكس لو الدولة لها لها اي اي طلبات عائزاتها والسلام في وزاة الشباب وغياضة احنا دايما متعاونين معها ودايما بنقدل اللي الدولة عائزها لان احنا برضو في الاخر جزء من الدولة ورجال الدولة لان انا ما بيقولوا لي يعني اه دي دولة احنا جزء من الدولة. احنا لاجنة او بободى دي جزء من الدولة للاتحادات دي جزء من الدولة الوزارة جزء من الدولة. صح. دورنا كلها ونحسب ونحسب احنا على الموضوع ده. انما لو كان في حاجة معمولة بطريق الخطأ مثلا كانت لازم الصلاحية دي تبقى موجودة في ايد ايا كان كانت الدولة او القطاع الاهلي اهل رسالة ان تعدلوا كل حاجة. بما لا يتعرض مع الدستور المصري اللي بيقول المعايير الدولية والموثيق الدولية. بما لا يتعرض مع مع الموثيق اللي موقعها مع اللجنة الامبية الدولية. بما لا يتعرض مع حرية الرياضة. كل الكلام ده برا الكلام ده حضرتك كل واحد ياخد كل الصلاحات اللي عايزينها. احنا لا نسعى لصلاحيات ولا عايزين صلاحيات واحنا الحمد لله امورنا الفنية مش هي كويسة. ولو تعطلت في حاجة نقدر نشخح للي قدامنا عنه.